الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأتي ينكيحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه berkata أبو عبد الله محمد بن إسمايل بن المنغيره بن مردزبه البخاري dan أبو حسين مسلم بن الحجز بن مسلم Al-Qusayri Al-Naisaburi أمير المؤمنين أبيه بنفسكم